شهداء اليوم مركز المناثقة في اختتام عمال الجلسة العادية لعمال ومستشاري الدائرة السادسة المناسبة الختمية ترأس من دوب الدائرة تجدين حسن تقرير مريم عبد الرحيم عارتي وضعوا خطة للتنمية المستدامة في الدائرة السادسة ودورة تدريبية للمستشارين بالإضافة إلى توعية التجار الموجودين بالدائرة حول كيفية تسديد الضرائب هذه هي التوصيات التي خرج بها المشاركون في الجلسة العادية للعاملين ومستشاري البلديات حول دراسة الميزانية المتعلقة بالعام الجاري ووضع خطة عمل للعام المقبل ومن أجل ذلك فإن عمدة بلدية الدائرة السادسة نيلتا ألارانغي شكر المستشارين على دعمهم ومشاركتهم في هذه الجلسة وذلك من أجل تطبيق المشاريع التي طرحت للعام 2017 وحثهم على تضافر الجهود من أجل تحقيق هذه المشاريع المخترحة أما مندوب الدائرة السادسة تاج الدين حسن أشار إلى أهمية توحيد كلمة التجار للتضامن مع هذه المشاريع إن هذه الخطوة التي قامت بها بلدية الدائرة السادسة تعتبر خطوة للاحتذاء بها نحو مستقبل أفضل نظم أعضاء رابطة خريجي جمهورية مصر بجاد احتفالا بمناسبة انتهاء فترة عمل المكتب التنفيذي للرابطة المناسبة جرات بمباني المكتب الوطني بحضور أعضاء الرابطة محمد بشير عصمان إن هذا التجمع الوطني الذي نظم من قبل التحالف لا تمس مصالحنا الذي يعرف اختصارا بتحالف تشبا أميزاكي الغرض منه هو الدعم وتأييد الحكومة فيما يخص الملتاق الوطني لإصلاح مؤسسات الدولة الذي سيعقد في الأيام القليلة المقبلة هذا التجمع الوطني على حسب رئيس التحالف محمد ديقا دينباي يضم العديد من الجمعيات المدنية ويهدف إلى مساندة ودعم جميع المشاريع التنموية التي ستنفذها الحكومة وأشهد محمد ديقا دينباي بجهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو في إقناع المانحين الماليين الذين تعحدوا بدعم جميع مشاريع التنمية خلال الطاولة المستدرة التي انعقدت في باريس وأشدد محمد ديقا دينباي على أن المصالح العليا للدولة تتطلب منا أن نكون متوحدين من أجل خدمة الشعب الشدي بجميع الوسائل الممكنة وقد شهد هذا التجمع قراءة برقيتين تؤيد قرار الحكومة قضع علاقتها مع قطر وكذلك مساندتها فيما يخص النتائج التي تحقق في باريس من استجابة في تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للتنمية ذلك يعد دعما كبيرا وقويا لمختلف نشاطات الحكومة من قبل جمعيات المجتمع المدني الذي يهدف إلى جعل البلاد ذات مكانة عالمية وإقليمية وقدرة على تحقيق الرفاهية الاجتماعية للشعب الشدي قدم الأمين العام لجمعية كلنا من أجل التضامن والتنمية رماد جبرين أنجني بيان صحفيا تحدث فيه عن الانطلاق الرسمي للجمعية نتابع جزء من حديثه في ميكروفون الزميل أبضلاء هارون برق هذا الحديث الصحفي الذي نظمته جمعية كلنا من أجل التضامن بمناسبة الانطلاق الرسمي للجمعية التي حصلت على تصريح حالي العمل بتاريخ 10 سبا عام 2017 ويدخل ذلك في إطار اللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد السادة وسيدات من الأحداث الرئيسية التي تتطلع إليها الجمعية هي ترقية المبادرات الفردية اتفاع عن الحقوق والعدالة وكذا تطوير المشاريع والوحدة الاجتماعية المتكاملة والمستدامة ويأتي ذلك طبقا للشعار التي تتبناه الجمعية وهو التعاون والترابد والتنمية ولتوضي أكثر فإن جمعية كلنا من أجل التضامن والتنمية تعتبر جمعية غير سياسية وغير استثمارية نظرا للتهديات الراهنة فإننا نسأع إلى تحقيق الهداف المطلوبة وهي البحث عن الآليات المناسبة لتوئية السكان بالإضافة إلى الاحتمام بالإشكاليات المتعلقة بالبيئة وكذا عمليات الأمن القزاعي والتعليم والصحة والنظافة وكذا مكافحة ظاهرة الفقر وهي من ضمن سياساتها أيضا لمتابعة الفئات الأكثر فقرا لتحسين دخلهم اليوم أبرى الأنشطة المختلفة للجميع التي تقوم بها وهذا يمكنهم من عجل الاعتماد على أنفسهم وأخيرا يشيد عضا جميع كلنا من أجل التضامن والتنمية بالنجاح الباهر التي حققته الطاولة المستديرة والتي نظمت مؤخرا في الأصمة الفرنسية باريس وذلك من أجل حشد الموارد المالية لتنفيذ مختلف المشاريع في البرنامج الوطني للتنمية أو الذي تبنىه رئيس الجمهورية إدريس بيئت نور شكرا شكرا